فكر بقى اللي احنا كنا عملناها المرة فاتت نتكلم بقى عليها تاني هنا بمناسبة ان احنا اتكلمنا على احنا كده خلصنا خلاص ماستر باجت اوبريتنج هنتكلم بس بيبقى اننا اتكلمنا في الجزئية دي على ناخد طب تفتكر قولنا عبارة عن في صح? او في طب تعالى بقى نطبقه على نفس المسال اللي احنا اشتغلناه هو هنا باع فعلي استنى اخر الشهر لانه باع فعلي تسعمية مكتب فعلي هو كان تارجت انه يبيع الفة مكتب باع تسعمية في التارجت بتاعه برايس مش هياخد بقى الاكتشوال انه بقى اكتش هياخد تارجت برايس بقى سبعين دولار سبعين في التسعمية عدله تريف ستعمال في دولار قلنا طريقة بتاعت انه باخد كل تحت السيلز ورا بعض سواء بقى كانت مانيفاكترينج او نام مانيفاكترينج لو فاكر تلاتة في خمسة وخمستاشر اربعة في ستة باربعة عشرين اتناشر دولار والسيلز كوميشن فاكر الاتنين في المية عاملة وان بوينت فور دولار خلاص? يبقى عبارة عن اتنين وخمسين بوينت فور. هي طلعت كده. طلبتها في تسعمية مكتب اللي انا بعتهم فعلا. خلاص? طلع لي توتل على بعض سبعة وربعين الف مية وستين دولار. لما طرحتهم التلاتة وستين الف دولار. طلع لي خمستاشر الف تمامية واربعين. تمام? كل هحطه تحت الخمستاشر الف تمامية واربعين اللي احنا سميناهم لو فاكر. خمستاشر الف تمامية واربعين دلو سمو. وقلنا ليه? عشان اشوف الخمستاشر الف تمامية واربعين هتكفر لي قد ايه? والباقي يبقى البروفيت بتاعي. لأ ده انا ازبطها لك دلوقتي بقى بشكل ممكن اقدر. ازاي? شوف كلها نزلت تحت. سواء ازا كانت او او ايه? يبقى كان عندي اتناشر الف ستين والميتين دولار بتوع الشقة. يعني اتناشر الف ومتين دولار. تلع نت في النهاية تلات تلات ستمامية واربعين دولار. قال لك خد حاجة بقى. اقسمي الخمستاشر الف تمنمية واربعين على تسعمية دول. يطلع لك ان الكنتروبيوشن مارجن سيفنتين بوينت سيكس دولار بير يونيت. استفادت بالكلام ده ايه? انا عندي توتال فيكسد كوست في الشركة اتناشر الف ومتين دولار. قال لك في حاجة اسمها بريك ايفيني بوينت. لو انا قسمت اللي اتناشر الف ومتين دولار دول. على الكنتروبيوشن مارجن بريونت اللي هما السبعتاشر بوينت ستة دولار. يطلع لي رقم ستمائة تلاتة وتسعين مكتب. عارف ستمائة تلاتة وتسعين مكتب دول. يعني ايه? يعني انا لو طبقت عليهم دي. يطلع لي في نهاية زرو. بمعنى اني لو بعت فعلا ستمائة تلاتة وتسعين مكتب عند دي كلها اطلع ايفن. عشان كده سموها بريك ايفن بوينت. اسملي الاتناشر الف ومتين دولار على السبعتاشر بوينت ستة. الاتناشر الف ومتين دولار. سواء كانت او هو مشكلته ايه هنا? كده كده دفحها. انتج الف مكتب الفين مكتب تلاتة الاف مكتب تلو ما هو في كده كده دفحها. طب انا عايز اعرف بقى المكتب كل زيادة. ايوة. كل زيادة. هقفر قد ايه من بتاعتي دي? عشان كده سموها كنتروبيوت ايه? عشان فوصلنا اني نقدر نحسب حاجة اسمها اللي طلعتلي ستمائة تلاتة وتسعين يونت او مكتب. لو طبقت الكلام ده على ستمائة تلاتة وتسعين يونت اطلع زيرو. فده يفيدني اعرف اني ما ينفعش ابيع اقل من ستمائة تلاتة وتسعين يونت. واني لما بيع اكتر من ستمائة وتسعين يونت تبدأ ما كاسبيه. تباني. وان كل ما بيع هكسب سبعتاشر بوينت ستة بالمكتب. شوف كم من المعلومات اللي طلعت لك من طريقة البرزنتيشن دي عاملة ازاي? انت متخيل? طيب. ده في بقى نقطة مهمة كمان لازم نفهمها هنا. دي طريقة زي ما قلنا. طب لما اجي احسب الكوست بتاع المكتب وفقا للطريقة دي. اللي ايه بتاعت احسبه على ايه? على اتنين وخمسين بوينت فور? ولا مجموع المانيفاكترينج بس. قال لك هحسبه على الكوست فجود سولد على المانيفاكترينج باريابل كوست بس. خلي بالك بقى. يبقى الكوست بتاع كل مكتب مش اتنين وخمسين بوينت فور. اتنين وخمسين بوينت فور دي بريزنتيشن اونلي. خد كل الفاريابل كوست حطه فوق. انما لما ييجي يحسب كوست مكتب هياخد برضو المانيفاكترينج فقط. مش هياخد معاه. انها المانيفاكترينج. ليه? هي كوست في جود سولد دي اسمها ايه? اساسة. بالعربي حتى. تكاليف صناعية. بس. يبقى هو هياخد معاه? تكاليف الصناعية بس. وهفهم دلوقتي ليه عمل الحركة ليه? يبقى خلينا متفقين ان الخمستاشر دولار زي قدر الاربعة عشرين دولار زي قدر اتناشر دولار واحد وخمسين دولار دي التكاليف الصناعية اللي هي بتاعة بتاعتي. واللي هي برضو حقيس عليها بتاعي او اتنسى النقطة دي طالما عايس واحد وستين دولار في هقيس عليه نفس القصة هنا. عشان كده سموها ايه? لانها اخدت كاست للبرودكت بتاعي. فسموها يبقى وفقا للجاب اللي الجاب معترفة به واحد وستين دولار تكلفة المكتب اللي كنت وصلنا لها قبل كده تشمل انما اللي ماشي مع طريقة بتاعتي خلاص لا تشمل العشر دولار بتاعة تاخد بس داريكت ماتيريو والداريكت هستفاد ايه برضو من الكلام ده? احنا قلنا قبل كده انا باستفاد من ان هي عبارة عن مع هقارنها بال اللي عندي هلاقي ايه ايه اكتوال في اكتوال والفليكسبل اكتوال في يبقى انا حيت اللي هما هنا تسعمائة مكتب يبقى هطلع الفرقات ما بين الفليكسبل و في الستاندرد كوست بس خلاص? وهنسك الفليكسبل اقارنها بالمستر بتاعي هلاقي ان كل اللي موجودة ستاندرد يبقى انا حيت الستاندرد كوست فعقارن ما بين اللي هما تسعمائة مكتب اللي موجودين هنا والالف او الالف مكتب اللي موجودين في بتاعتي المستر. يبقى مرة بحيض او 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 تسعمائة مكتب لما قارن الفليكسبل بالاكتوال ومرة احيض السبعين دولار اللي هي الستاندرد برايس لما قارن الفليكسبل بالستاتيك. دي فايدة. فايدة تانية ظهرتلي من البرزنتيشن لما وصلت لموضوع الكنتروبيشن مارجن. وعرفت الكنتروبيشن مارجن بين يونيت اقدر اوصم منه البريك ايفن بوينت قد ايه? وحاكسب بعد منه قد ايه? لما حسبت تكلفة المكتب التكلفة الصناعية بتاعت المكتب كلها بطريقة واحد وخمسين دولار. تعال بقى نشوف الدنيا دي عدفعني في ايه? في قال لك تكلفة المكتب على سبيل المسائل يعني. اربعة دولار كل دولار 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 واتنين دولار. مثلا. ستة دولار. ليه? لان هو كان انتك زي ما انت شايف هنا عشرة الاف مكتب. وهو كان صارف ستين الف دولار. ها? طيب. يقول لك ايه? لأ انت هتاخد الاربعة دولار بس. وانتكت عشرة الاف مكتب يبقى التكاليفك الصناعية بتاعك اربعين الف دولار. فوق مئة الف دولار. ايه اللي هيحصل? باع تسعة الاف مكتب. في الابزوربشن. تكلفة المكتب كام? عشرة دولار. يعني فيه تسعين الف دولار هيروح هيكوستف جود سولد. طب الالف مكتب اللي راحوا المخازن هيروحوا يشيلوا عشرة دولار بين كوستوم. يعودوا يستنوا في المخازن بعشرة الاف دولار. كوستوم لحد ما يتباعوا. يبقى المخزن هنا كام? من بتاعت المصدع? في الالف? لا الستة في الالف. اهي. اللي هي في الالف دي. يعني العشرة تلاف دولار اللي موجودين في المخازن في منهم ستلاف دولار? عشان كده هتسموها ايه? الفاريابل بقى عملت ايه? نفس المثال هو هو بنفس الارخام. اخدت التسعة تلاف في الاربعة دولار عملت ستة وتلاتين الف دولار ما علينا منهم. واخدت الف دولار في اربعة دولار اللي هما بس او في قاسف كل عملت اربعة تلاف دولار دخلوا المخزن. وروح يترميها ستين الف دولار كلهم على. ها? ما رميتها تحت الكنتروبيوشن. صح ولا لا? مزبوط. يبقى فوق. خزن في المخزن بتاعه ستلاف دولار. تحت ما خزنش حاجة من. تعالي نيعكس بقى الارقام عشان هتبلك النقطة دلوقتي. باع الف بس ما بعش تسعة تلاف. يبقى باع عبارة عن العشرة دلار في الالف دي عملت عشرة الاف دلار كوست فجود سلط. ناس حبقى للككلام. خزن تسعة الاف مكتب. في العشرة دلار بقى تسعين الف دلار. منهم قد ايه فكست? ستة دلار في التسعة تلاف اربعة وخمسين الف دلار خزنهم. من بتاعته. على الرغم انها وعالرغم ان كده كده دفعها بصرف النظر عن الانتاج. يعني لمجرد انه هو خزن الف وحدة خزن معاهم ستة الاف دلار. في بتاع ستة الاف دلار. ولمجرد انه خزن تسعة الاف وحدة خزن اربعة وخمسين الف دلار. في الكست بتاع ستة الاف دلار. وفي المخازن اربعة وخمسين الف دلار. ده معنى كده ان الادارة كل ما تنتج اكتر. تحسن نتائجها. صح على ايه? تحسن نتائجها? اه. ليه? هيرمي على كستف جود سولد عشر تلاف. وهيرمي على المخازن بتاعته? تسعين الف. بص تحت هنا عامل ايه? رمى على كم? ستين الف. صح? في رمى على على بتاعه كم? ستين الف دلار. فوق مخزن منهم في الابزوربشن اربعة وخمسين الف دلار. لا هيخبطوله الكستف جود سولد ولا هيخبطوله ده بخزنهم جوه المخازن. هيروحوا بالانس شيت. مش هيظهروا معايا فين? في الانكم استاتمت. وصلت الفكرة? هنا تنفعني الفليكسيبل الباجت مع الابزوربشن كوستي. هل الادارة بريديوزد فور بيتل ريزولتز? هل الادارة بريديوزد تو سيف كوست? تو انفنتري كوست بمعنى اصح? ولا لا اه? امسكوا من ناحية الفليكسيبل باجت. لا تعالى. طلع لي كله بتاع المانيفاكترينج ده ارمولي تحت في البيريد. ما انا مش اقل ام الفكسيط التاني لان كده كده مرمي في البيريد. في الابزوربشن. في الفاريون. انما الفكسيط بتاع المصنع انت هتخزنه في المخازن. مع البضاعة اللي دخلت المخازن قعدة بكستها نستناه. شفت الكلام ده نفعنا هنا ازاي? فالبضاعة دي هتخش المخازن شايلة هي كمان الفكسيط. اللي هم هنا اربعة وخمسين الف دلار. ده كل ما ينتج ده انت لو عادت بقى مساكت النسال ده وقعدت تزود تلاقيه عمال يخزن اكتر. يخزن اكتر. كل ما ينتج يخزن في مخازنه جزء ما الفكسيط اللي هو قريدي عايصرفها لانها مالاش علاقة بالانتاج. فوجهة نظر الجاب ان المكتب يشيل كل ما تكاليفه الصناعية بتاعته. تمام? بما فيها دايريكت ماتيريال دايريكت ليبر فيكس مانفاكتر اوفاكتر او ما عامل عليه كنترول بطريقة اقوم نزله كل اطلعها له برة بتاعه. برة بتاعه. عشان كده هناك لما نرجع للمسال بتاعنا نلاقي ان عبارة عن ايه? واحد وخمسين دولار بس. ما فيهمش العشرة دلار بتاعت لان هي موجودة تحت ايه? في سورة الاتناشر الف دلار. ايه اللي قريدي صرفه? فتيجي تقول لك ايه? ما تخزن ليش انا الاتناشر الف دلار دول. تخزن هامش. طلع هاملي برة. عشان كده سمه يشيل فقط الصناعية بتاعته. اللي هما الواحد وخمسين دولار. مو تقارر انتم بالواحد ستين دولار. خلاص? يبقى انا كده استفدت من في تلات حاجات. تلات حاجات ايه? رقابية ادارية قوية واتخاص قرار كمان. يعني انا عن طريق البريك ايفن بوين انت هقدر ااخد القرار هانتج قد ايه? وهكسب قد ايه? بناء على اللي هانتجه والبناء اللي هبيعه. سيب اكون هانتج قد ايه? هبيعه قد ايه? خلاص? عن طريق بريك ايفن بوين. هقدر اقارن ادخل في اكسب باجت في النص في المقارنة ما بين الماستر باجت والاكتشوال باجت. مرة حايد الاكتيفتي ليفل كاكتشوال. ومرة حايد الكست كباجت. وكمان اقدر اعمل كنترول على الادارة بتاعت المصنع. انتو انتجت وخزنتوا كتير ليه? هل بتخزنوا لي فيكست جوة المخزن? ولا ايه قصة ماشية ازاي? ودي ساموها يقول لك ايه? او ستورنج كست. خلاص? اه. تعال بقى? نتحاسب ونشوف. شو بقى البلان بتاعتك? واللي انت ترجمت الارقام? وقصني النتيجة عاملة ازاي? طب انت حققت الكلام ده وانتجته فعلا وخزنته. لا تعال انت نتيجتك الحقيقية. اهي. عشيلك الاتناشر الف دلار كلهم مرة واحدة وحسبك على الرقم ده. كنترول طول. تمام? عرفنا الفرق ما بين والفليكسابل باجت. دي هتقابلني كتير بعد كده في ديونت بتاع في بتاع اللي هو سكشن سي. تمام? لان اخده بعد الكوست. ومهم لان في لغبطة كتير بتحصل. اخلي بالي ان الكوست وفقا للفاريابل كوستنج مش الاتنين وخمسين دولار. استحالة المكتب يشيل كتكاليف صناعية اللي هي عبارة عن ماشي. ملقاش علاقة خالص تكاليف صناعية. المكتب يشيل تكاليف الصناعية بس. طب بتاعك عامل ازاي عام? خلاص عديك بتاع بس. اللي هما الواحد وخمسين دولار. ما جيش بقى اغط لغبط. بعد معنا. دي شكل بالطريقة دي اتنين وخمسين بوينت فور. تتوصلني. تمام? انما الكوست بتاع او كوست المخازن ما حسيبوش على على التوتل المابلل. احسيبوه على الواحد وخمسين دولار بس. نقطة مهمة جدا 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 في حل المسائل.